يعد انضمام مصر إلى تجامع بريكس بمثابة دليل على قوتها والثبات مقاومات الاقتصاد من شأن هذه الخطوة أن تسهم بشكل مباشر في الاستفادة من خبرات دولة في زيادة معدلات التصنيع والإنتاج كما أن الانضمام لبريكس يتيح لمصر فرصة جذب استثمارات وتمويل المشروعات بالعملة المحلية بدلاً عن الأجنبية اعتباراً من الأول من يناير المقبل تصبح مصر عضواً بشكل رسمي في تجامع بريكس أحد أقوى التكتلات الاقتصادية في العالم في خطوة بمثابة شهادة السقة في قدرة مصر واقتصادها وتأكيد لسقة لها على المستوى الدولي والإقليمي وعندما يطرح سؤال عن أهمية بريكس بالنسبة للدول التي تنتمي إليها والتي ستكون مصر من بينها قريباً تكون الإجابة عليه بسيطة فالتكتل يستهدف تقليل التعاملات البجنية بالدولار وهو ما سيخفف من الضغط على النقد الأجنبي في مصر الذي يمثل الدولار الحصة الكبرى منه وهو ما يصب في صالح تحسين عدد من المؤشرات الاقتصادية المحلية فضلاً عن أن وجود مصر كدولة عضو ببنك التنمية التابع لتكتل بريكس سيمنح فرصاً للحصول على تمويلات ميسرة لمشروعاتها التنموية خاصة مشروعات البنية التحتية ومن التسهيلات التي ستحصل عليها مصر من انضمامها إلى بريكس التسهيلات الاقتمانية بالعملة المحلية وخفض تكلفة التحويلات بالإضافة إلى الاتفاق على التعامل بالعملة النقدية لدول التكتل والاحتفاظ باحتياطات هائلة من العملات لمساعدة دوله إذا اقتدت الحاجة أما أهمية تجامع بريكس الذي يضم في عضويته كل من الصين وروسيا والهند والبرازيل وجنوب أفريقيا فهو تمثيله لنحو 30% من حجم الاقتصاد العالمي و26% من مساحة العالم و43% من سكان العالم فضلاً عن أن دوله تنتج أكثر من سلوس إنتاج الحبوب في العالم وبحسب بيانات أصدرها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء فقد بلغ حجم التبادل التجاري بين مصر وبريكس أكثر من 25 مليار دولار خلال عام 2022 إذن لا شك أن انضمام مصر إلى بريكس يعد تأكيداً على متانة العلاقات الاقتصادية والسياسية الجيدة بين مصر ودول التكتل وعلى مكانتها الاقتصادية والجيوسياسية بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ترجمة نانسي قنقر